تعد الأسابيع المقبلة فترة زمنية هامة تحتم على جميع ابناء البحرين من مواطنين ومقيمين العمل بجميع القرارات الصادرة والإجراءات الاحترازية والوقائية لقيادة مملكة البحرين إلى بر الأمان وكبح تفشي بايروس كورونا وخفض أعداد الحالات القائمة حفاظا على صحة وسلامة الجميع أن ما نواجهه اليوم من زيادة في أعداد الحالات يتطلب من الجميع أخذ التعليمات والإجراءات الاحترازية على محمل الجد من أجل رجوع للمعدلات الآمنة بإذن الله بعدما تداولت مختلف وسائل الإعلام المحلية المقرؤة منها والمسموعة العنوان الأبرز مملكة البحرين تتخطى حاجز الثلاثة ألاف إصابة نظرا للارتفاع الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في أعداد الحالات القائمة في الفترة الراهنة جاء الرد سريعا من قبل الحكومة الموقرة فعقد اجتماع اللجنة التنسيقية وتمخض عنه العديد من القرارات الهمة التي تهدف جميعها إلى دعم وتعزيز الجهود الوطنية للتصدي للجائحة الفريق الوطني الطبي عقد مؤتمره الصحفي وأفصح عنها وبدورها عملت مختلف المؤسسات الحكومية والجهات والمنشآت التجارية إلى تنفيذ هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية في كبح الجائحة وحملت كلمات الرسالة الملكية السامية لجلالة الملك المفدى في طياتها مضامين مطمئنة للمواطنين والمقيمين وواثقة بقدرة أبناء الوطن على التوحد والتكاتف دعما لجهود فريق البحرين لتجاوز هذه المحنة بعزيمة أبنائها المخلصين البحرين مسؤوليتنا جميعا مسؤولية كل فرد موجود على أرض هذه المملكة على الجميع علينا جميعا ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية والقرارات الصادرة حفاظا على سلامة الجميع المواطنين والمقيمين وإن شاء الله تكون فترة بسيطة وتقل إن شاء الله الحالات ونرجع إلى الحد الآمن من الحالات هذه المرحلة وما تحمله من أيام فاصلة وهامة تحتم على أبناء البحرين العمل بجميع القرارات الصادرة والإجراءات الاحترازية والوقائية لقيادة المملكة إلى بر الأمان فالأعداد الكبيرة للحالات القائمة والتي تتصاعد يوما بعد آخر تستوجب من كل شخص وقفة جادة وسؤال نفسه عن مدى التزامه وهنا ينبقي أن يقف الجميع صفا واحدا بكامل الوعي والمسؤولية لبلوغ الهدف المنشود وهو القضاء على الفيروس وتجاوز هذه الجائحة بما يحفظ صحة وسلامة الجميع ترجمة نانسي قنقر